على فكرة المهندس عدلي والأستاذ حامد أشار إلى جزئية معينة الأهل بيحقق كل هذه النجاحات ويوصف بأنه فاشل والدرجة أن حتى الإعلام الافتراضي اللي موجود ومنتشر ومندس قدر ياخد الناس في هذا السياق ولسه الناس بتردد بتردد وتعمل منه لجهات وبتعمل حاجات أنه الأهل نهار وأنه الزمالك أخد مش عالف 17 والرزق مش أعلام والرزق والكلام الحقيقة يعني أنا أفهم أننا ممكن نختلف في وجهات نظر أنت لعبته كويس أو أنا لعبته وحش ده تقييم نوعي لمستوى الأداة نقدر نختلف فيه بس الحقيقة أنا مش قادر أفهم إزاي ممكن نختلف على الأرقام بمعنى أنه تحقيق البطولة ده إنجاز يعني الزمالك أخد الدور سنتين السنة دي والسنة اللي فاتت دي حقيقة محدش يملك يغفالها أو يحورها أو ينتقص منها لا خد بطولة الدوري الموسم الماضي والموسم الحالي طيب لما يتقال أنه الزمالك خد في الخمس سنين دول اللي فيهم الكابت المحمود الخطيب ومجلسه في الآله الزمالك خد 17 بطولة والآله خد 3 أو 4 يتقال الرقم كده مش ضبط مصطلحات ضبط أرقام شوفوا بقينا محتاجين نضبط الأرقام حتى لأنه الحقيقة هذا الأهلي الذي يوصف بأنه منهار لما تبص على آخر خمس سنين والخمس سنين هنا لأنه مجلس الإدارة الحالي دي سنة وأربع سنين قبلها يعني خمس سنين في سدة الحكم الأهلاوي في الخمس سنين دول يا جماعة هذا الأهلي الفريق المنهار الآخرين بيتكلموا عليه بكل هذه القسوة وهذا التجريح هذا الفريق يقف بين اتنين من عمالقة العالم في عدد حصاد البطولات في الخمس سنين دول الخمس سنين بس تخيلوا أنه الأهلي لا يزيد عنه غير بايرن ميونيخ الألمان العريق العملاق خد في الخمس سنين 14 بطولة الأهلي خد 10 بطولات ريال مدريد خد 9 بطولات الهلال السعودي خد 9 العهد اللبناني خد 9 أنت بتتكلم في دول الأكثر حصادا بالإضافة إلى بطولوتين أنا مش هحسب لا مش هحسب محسوبين تالت كاس العالم برضو على قيمتهم عندنا لكنها دي ميداليا برونزيا مش بطولة العشرة إيه بقى مش ميداليا لا العشرة إيه عشان نكون أكثر تحديدا أن البطولة هي البطل هو الفائز بالبطولة أو بالمركز الأول الأهلي خد الدوري 3 مرات خد دوري أبطال أفريقيا مرتين يبقى دي خمسة خد سوبر أفريقيا مرتين يبقى سبعة خد سوبر محلي مرتين يبقى تسعة وخد كاس مصر مرة يبقى عشر الأهلي عشر بطولات هو الفلسط هو البطل هو الأول خد كاس العالم أو خد ميداليا برونزيا في كاس العالم مرتين كاس العالم هنحسب أن البطولة للبطل يعني لما هتيجي تحسبها للبايرن ميونيخ هو خد بطولة بس عندك ميداليتين أساس إبراهيم عندك ميداليتين لكنه ده إنجاز شرفي إنما مش بطولة البطولة حسبت لريال مدليد لما كسبها أو لبايرن ميونيخ لما كسبها ما قدرش يحسبها لي أنا عشان نكون أكثر دقة وموضوعية بس عايز أقول لحضراتكم إنه بايرن ميونيخ خد 14 بطولة خد واحدة دوري أبطال خد واحدة سوبر أوروبي خد واحدة كاس العالم للأندية عشان بقولها لكم زائد خمسة دوري ألماني واثنين كاس ألمانيا وأربعة كاس السوبر الألماني الأرقام ما بتكذبش ودي بطولات 14 بطولة للبايرن هو الأول الأكثر حصادا على مستوى العالم في الخمس سنين الأهل 14 بطولات ريال مدريد 9 خد 2 دوري أبطال أوروبا خد سوبر أوروبي خد كاس عالم للأندية خد 2 دوري أسبانيا خد 3 سوبر أسباني الأهل يقف بين البايرن والريال وبيقول لك منهار ما هو انهيار من وجهة نظرهم مبرر وأن أرقام الزمالك مؤكد أعلى من أرقام الأهل بمعيارهم أما يجي يقول لك فيه إعلام منسوب إليهم تماما بطولة الزمالك الواحدة بعشرة يبقى 140 بطولة قدام 42 بطولة لأن الواحدة بعشرة لأن دي بطولة باليورو ودي بطولة بالجنيين ما هو الناس اللي عايزة تتشأل بطولة أي كلام حتقول لك أي كلام طيب بتضحك لا ما تتحك لأنه لما يجي يقول لك لما تكسب بقى أنت بطولة الدوري ودي بطولة دي ما هي بطولة ضعيفة الأقل التنفسية في العالم وأقل من جيبوتي والصومال وتخسر أفريقيا تشامل على أفريقيا تروح بقى للجن لا تعرفش تعمل حاجة أنت طب أنا حكسب أفريقيا ودي بطولة الدوري أقوى منها بدليل أن أنت وإنت واخد أفريقيا كسبت منك الدور لن يعدم المجادل وسيلة للجدل صحيح ومن العبث وعلى فكرة أنا لبزعل ومش عايز الناس تزعل ومش عايز تعتبر أن ده مش من حق أي منافس أن يخلي حفل لا بس خلينا في الحقائق الحقائق دي نقولها لجمهورنا واخد بالك لأن من العبث أنت تصدرها للآخرين ما هو مش عايز يسمع العقل هنا ما يلزموش في حاجة هو العطيف أنا كسبتك هتقول لي بالحكم أنا كسبتك هتقول لي مش عارف أنت تعبان أنا كسبتك لكن لما جي ألعب قدام الجونة أقول لي أستاذ القاهرة وده الغامض والغريب هستاذ القاهرة عنده إصلاحات تخلص بكرة بعد ما عاد الماتش بيوم عشان يتأجل الماتش بسهولة وسلاسة واشعر الزمالك أنه خاد اليوم الزيادة اللي لو اتعامل دالي الأهلي كانت الدنيا قامت وما عادتش أنا كل دي زواهر مش أنا اللي برصدها الرأي العام رصدها والدنيا شايفها وكيف يتعامل مسؤوله المؤسسات الرياضية في هذا الشئ إذن هتقنع واحد طيب مش عايزه يفرح أنا رأيه لازم يفرح فرحة محمومة من حقه يفرح فرحة محمومة زي ما قلتلك لكن أنا عايز جمهوري ما يزعلش ما يتصورش أن الفرحة المحمومة دي معناها أنه قد نالك ما نالك من الأمر أنت ما زلت الأقوة ما زلت الأحسن ما زلت المصنف أمام العالم كله في حتة تانية لأن هما بيمسكوك حتة حتة أستاذ إبراهيم والمشوار اللي جاي واللي شفناه بقى في الملاعب وده برضو لغز أنك أنت تشوف جماهير بكسافة أكتر من المسموح بيها وجماهير مش عارفة تلاقي تذاكر وتلاقي حجمهم قد كده يعني عشان نتكلم وإحنا بنقيم هو مين صاحب الشعبية الأكتر هو مين صاحب الجماهير الأكتر هو مين لما نيجي نحط إضافة في الاعتبار ندي المية وحيلغي إعمال الإحصيات التي قيلت قبل وقت سابق وحيقول لك إحنا أولاد النهار على فكرة هناك من يقول إحنا أولاد النهار إحنا من عشرين نتحاسب بعد دخول الفار ده إحنا إحنا من خلال الفرحة المحمومة من خلال إنك بتقول لي لما جي الفر الفر أنا بكسبت وقلت له لما جي الفر أنا خسرت لأن الفر جاي خسرني ويكسبك مش لأن الفر إعطى لكل دي حق حق لأ لأن إمبارة حسب على النادي لألي ضرب الجزاء حد تنخش فيها طب بهذا المعيار البسيط داس على كعبه داس على كعبه تكعبل تكعبل إيه اللي تخبره إيه اللي تخبره حدث تتكمر لنادي لألي ما خدش فيها ضربات جزاء كتير الداس على القدم كم مرة مرتين في مبارة واحدة أمام الزمالك ولا كانوا أمام بيريمد وما تحسب ليش ضربات جزاء ما تكسبتش الماتش مرتين في مبارة واحدة أمام الزمالك